اشتركوا في القناة ارفع عينك بكرى اللي جاي ارسم خطاه كمل طريقك اروح معاه كواك حياة انساني ارفع عينك للعمر براهن عليك والحلم مختاخ اخذ عيدك احلموه نفسك في بعينك بكرى اللي جاي ارسم خطاه كمل طريقك روح معاه كواك حياة انساني تهدر تطير من غير جناح بس انت عيش حب الحياة حلمك جميل طيما انت فيه جوك اكيد شوالت حياة تهدر تطير من غير جناح بس انت عيش حب الحياة حلمك جميل طيما انت فيه كواك اكيد شوالت حياة صممت ان انا زياد التقرير ده قبل رمضان عشان اه افكركوا ان فيه حاجات دايرة انتو مش حاسين بيها يعني مدرسة دول احتياجات الخاصة اللي احنا فتحانها انتو مش حاسين بيها مش حاسين ان احنا بندفع فلوس كل شهر كتيرة جدا مش حاسين ان فيه ولاد بتروح المدرسة كتير قوي كانوا بيعتبروهم من دقيق احتاجات الخاصة ما بقوش ودخلوا فصول دمج في مزارة التربية والتعليم يعني ايه يعني احنا جبنا ولاد مش مدرسة خالص ودخلناهم المدرسة دي والسنة اللي بعد دي هاتقابلوا في المدارس العادية ولكن في فصول الدمج اللي ما كانوش يقدروا يدخلوها قبل كده يعني احنا هنا بنأهل الولاد انه هما من انهم ما عندهمش قدرة على التعلم يبقى عندهم قدرة على التعلم مشروع عظيم جدا فخورة جدا بصبايا الخير انه قدر يعمل ده صحيح بنعمل فيه صمت من غير بروباجاندا ما بنقولش عن المشروع ده كتير قوي أو ما بنعلنش كتير قوي مش عشان حاجة يمكن عشان عايزة احتفظ بالسواب اكتر وقت يمكن مش عايزة يبقى فيه رياء بس افتنا في صوت لازم نقولكو احنا بنعمل ايه عشان احنا محتاجين جدا تبارعاتكو خصوصا الشهر اللي هيقف فيه البرنامج وخصوصا ان فيه جهات اخرى خيرية هتعلن عن عن ارقام حساباتها اللي بيبني المستشفى اللي بيعمل لكن انا عايزة تنسوش ان احنا التبارعات بالنسبة لنا مهمة عشان احنا مش بنبني مبنى ولا بنعمل مشروع لا احنا فيه ولاد قرادة جوه المدرسة ما ينفعش نطلعهم من المدرسة او ما ينفعش نوقف اللي احنا عملناه او ما ينفعش نضيع المجهود اللي احنا عملناه تعالوا نعيش كده لحظة بلحظة يوم في مدرسة صبايا الخير لدوية الاحتياجات الخاصة هذا المشروع العظيم اللي نتايجه كانت مبهرة جدا 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 كل المفروض مرفوع حسبت للعام انك موجود موجود كل المفروض مرفوع حسبت للعام انك موجود موجود موسيقى ما تخليش حاجة توقفك ما تسفش الدنيا تكدفك اقفل بك حزنك عالآخر وفتح باب الفرصة وعافل كل الحدودة شوية مكتور موسيقى متسبش الخوف يسق من روحة ضرقتها يسجن اسرارها وجرقتها يهدت محها وقوتها ويتحجن فيه هوك انسان يقدر عالدنيا وما وولدها يقدر لو مالتي عدلها يقدر يكسبها والهوة دايماً في البيت متخلش حاجة توقفك متسبش الدنيا تكدفك اقفل بك حزنك عالآخر وفتح باب الفرصة وعافل كل الحدودة شوية مكتور موسيقى 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 صحيان موسيقى شكرا شكرا ما يقدرش ولا يرفع ايديه بس ما يقدرش يرفع ايديه فبيبقى مكسوف قوي وهم رفعين ايديهم شكرا شكرا ايدي ترجمة نانسي قنقر 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 إن أرد إن أرد إن أرد إن أرد إن تتبلي معربي إن أرد إن أرد مرحبا مرحبا عايزة بس أفكرك إن كل الناس دي عندها نسبة تأخر عقلي جمدة وفي منهم ما كانش بيتكلموا أخدوا تخاطب زي اللي كان بيقرأ قرآن أو اللي بيقول الحديث ما كانوش بيتكلموا أساساً فأنا شايفة إعجاز يعني باب باب ريسي في منه دو حبيدا باب ريسي موسيقى موسيقى الموضوع ده مش سهل عما تكره خالص موسيقى 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 عديد نوعاتي إرهب ياري فهو الباسم برابو أولا أنا عايزة أقول حاجة فكرة إن هي تسمع المنزيكة وتسمع النغمة وتمشي عليها وتغني وكده ده ده حاجة ما كانتش ينفع تتعامل خالص 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 هي حتى بص سعيدة إزاي ومبصودة إزاي يعني حاسة إنها عاملة إنجاز غير طبيعي لأنها مكانت شفتها بتعمل كده خالص كل واحد في دول حياته تغيرت خالص بقى من طفل يعتبر من دول الإحتياجات الخاصة زي ما أنتو شايفين كده اللي بتتفرجوا وأنا مش أيلالكو أو مفيش منهم عندهم داون سندروم أو شكلهم مختلف عن العادي مش هتعرفوا إن هم دول إحتياجات خاصة على فكرة يعني الفضل الكبير قوي 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 بعد ربنا ليكو كل ما بيجي المدرسة كل ما بشوف حد دول إحتياجات خاصة مشي على رجليه من الناس اللي بنعمل لهم عمليات بقول قدقين تكون مهور عظيم بجد موسيقى 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 أحب المدنة والمدفع دولة الغيّة من جيّة وطريب الشمس العربية قدنا نعيش في الدنيا أحب سماعة والرفاق أحب تلقى وأقوى أقوى أحب سماعة والرفاق أحب تلقى وأقوى أقوى 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 موسيقى 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 موسطفا 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 حريك بقى تقول لنا بقوا كان فاصل بس امت يوم على كان فاصل والله احنا عندنا 8 فصول كل فاصل تقريبا في عشر اطفال وانا شايفة ان التحسن رهيب الحمدلله رب العالمين والتحسن حديك شايفة كمان واعتقد هيكون لي صدع مع ورياء الامور ومع المحيطين بالطفل الحمدلله والله ويقدروا يدخلوا فصول دمج بقى تبع وزيروا التربية والتعليم بالفعل تم التحقهم بالفصول والتعليمية في الدمج وتم دمج جميع الاطفال المتحقين ببرنامج منارة في عاية الدخولة بالفعل شكورك جدا على مجهودك وحريك معنا من الاول يا عملتي مجهود فظيع وان شاء الله الموضوع ده يوصل ل30.40 فاصل ان شاء الله الله هي شكر طبعا الله سبحانه وتعالى وشكر ليكي والقائمين على رعاية هذا البرنامج شكر لكل فريق العمل بدار المناسة بس بغير مجهودك ما كناش نعرف نعمل حاجة مشكورك جدا مرسي احنا تسمح لنا بس نزول الفصول بقى زي ما احنا شايفين هم بقوا 8 فصول احنا سنة الفتت كان عندنا 8 فصول كل فاصل فيه 10 احنا كان عندنا 25 طفل و40 طفل بره اللي فاتت المرة دي عندنا 80 وابنحلم بحلم نبقى عندي مدرسة كبيرة وي فيها كل دوي الاحتاجات الخاصة اللي في مصر كلها اهلا وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بicularly aspirations بعد الثماني تس نوش دوش نوش اتني اتني نماني واحد ويات سبع سبع زي التلاتة عند السبع فوق وتلاتي التلات بعد الثماني تس عاش زفر وماني نمو لا زفر وماني نمو تس عاش زي التلاتة تس عاش دوش سفر وماني نمو تس عاش تس عاش تس عاش تس عاش تس عاش تس عاش طوشن تس عاش مدربة خنسة ستة سبع ثمانية تس عاش عش حدوش تنوش تاتاش بطئة طبطشة كلها؟ لا. تبقى تلاتة ومعنا ايه؟ واحد خمسة زائد واحد خمسة مخنة واحدة دين خمسة؟ ستة ستة زائد خمسة ستة مخنة خمسة ستة ثمانية تسعة عشر عشر واحد من الوين واحد زائد تسعة تسعة خنة واحدة دين عشر 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 مخنة دين عشر 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 مانا الوين اثنين ثلاثة 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 موخنا ووربع عبت التلاثة مايبقى الطالك ثانية قولي بقى الفرق بين اول ما دخل ودلوقت اول ما دخل طبعا كان في فروق كتير جدا دلوقتي بناخد جامع اربع ارقام زايد اربع ارقام يعني احد وعشرات ومئات والاف بناخد جامع اكتر من رقم اذا قولك اننا بناخد مثلا بالبسيط رقم مع رقم دلوقتي بناخد اربع ارقام وبالاضافة مع اكتر رقم بنضيف اكتر رقم مع بعض وبتحل زي ما احنا شايفين وبتجيب الناتك حالا تعالوا تعالوا بنقعد مع بعض كده تجيبوا الكرسي نقرب كده عايز اتكلم معاكم شوية اسمي دليتاجو سعا نعم بتيجي بقى مدراسة كل يوم اه تحبيها ام مش قوي بحدي مين اكتر مدرس بتحبيه هنا مين اكتر واحد مين اكتر مدرس بتحبيه المدرسة كلها اكتر واحد اه مين اكتر واحد بسماني ها مي اسمانيل؟ الستات تكسب دايما بصي ببصي له لما يعملك حاجة متخفين بتبصي له دايب مين صحابك بقى اكتر واحد من دون؟ ام صحابك؟ ام اسمك ايه؟ ملك قبل ما تسيجي المدرسة هنا يا ملككوتي بتعودي في البيت تعملي ايه؟ هنا سكتة سكتة صح؟ هنا بابا بنعودش سكتين بنتعلم صح؟ بتعملي ايه بقى غير بتعلمي حسابه؟ عربي عربي و ايه تاني؟ انجليزي انجليزي وبتلعبي بايه بقى حكيلي؟ تلعبوا هنا ولا بتلعبوش؟ تلعب هنا تلعبوا؟ تلعبوا بايه بقى؟ بتعرف تقولي؟ بتعرف؟ بتعرفي بتلعبوا بايه؟ هنلعب بصرصام والاشكال صار والاشكال؟ بس مثلا عندكو بسين؟ بتنزلوا ولا لا؟ طب شفت بقى؟ مخبي عليها ازاي؟ بتنزل بسين تلبس معي وتنزل بسين؟ تبقى برد ولا كويس؟ برد برد بتعرفتهم؟ كويس؟ انت بتعرفتهم؟ اسمك ايه؟ كريم قولي بقى يا كريم قبل ما تدخل المدرسة كنت بتسحى الصبح كده في البيت تعمل ايه؟ نم تنم وتسحى كده قبل ما تيجين مدرسة قبل ما تيجين مدرسة خالص بيه قبل ما تركب العربية قبل يعني ما كنتش دخلت المدرسة ما كنتش جيت هنا خالص خالص كنت بتقعد في البيت مع مين؟ مع بابا بتعمل ايه بقى في البيت؟ اكتب واجبي ما كانش فيه واجب ساعتها؟ ما كانش فيه مدرسة؟ قبل الواجب بقى ما كانش فيه حاجة بتعملها صح؟ مبسوط طيب في مدرسة؟ قول مبسوط هنا ولا لا؟ مبسوط حلو؟ ولا وحشة؟ ولا عشان هما وقفين؟ جد ولا عشان هما وقفين؟ حلوة قوي؟ مبسوط يعني هنا قوي اسمك ورون اسمك ورون؟ بتعرف تعمل ايه بقى يا مرون؟ هنا بتعرف تعمل حساب زى يوم كده؟ ت sensors ما اخوزى بن عميسa هنا لاAr Gun Action ت umas ب Leadership ما رون WILL فهörكم lunسك تتعملت يا ايه عميزة 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 العقب عميزة عميزة ext nói عميزة 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 خبية علتش عميزة عميزة آتلا عجبت میں اذا قلت موجود عدت موجود انت كمان عارفة وراه مستك تلعيات تلفزيون هاتشوف نفسك كمان انت كمان هاتتتلعيات تلفزيون اعرف كدا وانت هاتتتلاقيات تلفزيون عارفين الكاور مستك تكلبي قول بايباه بلاوين رد برين وايت يالو اورانج بنك يالو اورانج بنك والله والله برافو عليكم انا مبسطة منكم قوي هتشوفوا نفسوكم بقى التلفزيون وانتو شاطرين قوي كده وله هيبقى شاطر لغاية اخر سنة هنجاب له هدايا حلوة قوي نشوف بقى مسمنال هتقولنا مين اشتر واحد فيكم وهيبقى شاطر بقى ويعرف حاجات كتير 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 هنجيب له هدايا كبيرة قوي ماشي؟ باي باي موسيقى 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 مكسبش الخوف يسرق من روحة ضرقتها يسجن اسرارها وجرقتها يهدت محة وقوتها ويتحكم فيه هوك انسان يقدر عادتهم يومة وولها يقدر لو مالت يعدلها يقدر يكسبها والهوة دايماً في الدي ما تخليش حاجة توقفك ما تسفش الدنيا تكذفك اقفل باب حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر كل الحدودة بشوية مبقود ما بتعلمش اي حاجة مش فاهم اي حاجة ما بيعرفش يتكلم في ناس عندهم اعاقة في الحركة كتير قوي بنعمل لهم علاج طبيعي طبعا اللي بيحتاجوا عمليات بناخدهم على مركز التأهيل التاني اللي احنا بنتعاون معاه عملنا 550 عمليات مفصل ونحن نعدل العمود الفقري ونعالج النعواج وحاجات كتير قوي وتخاطب وزعنا الحلقة دي وانتوا شفتوها قبل كده الناس كتير قوي قوية مكتش بتقدر تتحرك وكانت جثة همدة وقفت على رجليها واتكلمت وعملت كل حاجة هنا مش عمليات جراحية هنا زي ما انتوا شايفين لو فيه اعاقة حركية من ضمن المدرسة العلاج الطبيعي واللي بفلوسكو عملنا الصالة دي وعملنا الأجهزة دي اللي زي ما انتوا شايفين بتساعد الولاد انهم يتحركوا بشكل أفضل في منهم ما كانش بيتحرك أصلا في منهم كان قاعد على كراسي جهد كبير ومعاناة في ان احنا نختار الناس الصح ونختار المدرسين الصح والاستشاريين بتولي علاج الطبيعي الصح وعشان ولد دي اخته خطوة واحدة بس بيحتاج مجهود كبير قوي في العلاج الطبيعي وغيره أرجو انكم تقدروا انتم بتعملوا ايه أرجو ان احنا نكون بنتلع على شاشة صبايا الخير وكل دا بيحصل كل يوم ومحدش بيقول عنه حاجة محدش بيعلن عنه طول شهر رمضان انا مش عايزة كنتنسل الولاد دي خليهم فأزهنكو خليكو حرسين على انكو تساعدوهم انهم يبقوا ناس طبعية زي ما بقول زي ما كانوا 30 طفل 40 طفل في السنة دي 80 طفل بحلم ان انا يبقى عندي اكبر مدرسة لعلاج دولي الاحتياجات الخاصة وما يبقاش عندنا دولي احتياجات خاصة يبقى كل الناس طبعية اكيد اللي بتعملوه دا عظيم لما تعملو 550 عملية لناس كان عندها اعاقة وبتعتبر دولي احتياجات خاصة وتتحرك وتتكلم وتمشي بعد ما كانوا جسس هامدة لما حتى ذهنيا هنا نعلم 80 طفل ما كانش عندهم قدرة على التعلم ونقهلهم ان هما يلتحقوا بفصول الدمج بوزارة التربية والتعليم انا شايف ان هو عمل وطني زي بالضبط الادمان يعني احنا هناك بنعمل عمليات وصلنا 600 عملية هنا بنقهل وبنعلم وبنصقف وبنعلم لغة في الادمان بنعالج من المخدرات وبنصحي الشباب بترجعوا نظر الناس مرة تانية بتعملوا زرع الكلاة بتحيوا ناس منكوا بتعملوا قلب مفتوح كتير بتعمله كتير قوي احنا بس بنعرفش نسوق نفسنا وده احسن لان احنا مسوقين نفسنا كويس قوي بنيتنا الخالصة لله بس متنسوناش في شهر رمضان اوعوا تنسونا عشان الولاد دي وغيرهم هنا بقى بنحاول نعمل ايه عاولي نشد عدازة العدل الخلفية بتاعته وننشد معامها ونحاول معاما ساعدة هوا ده جهاز الاؤجل احنا طبعا مركز عندنا مجهز بحادث الاساليب العالمية زي بولندا والماجر وكرواتيا والشيكيا ده مركز عليك طبعا المكسف في الاطفال الاطفال شال الدماغي الناتجة عن نقص الوكسجين او الحمى الشوكية كل هدفنا ان احنا بنقرب المسافة وعنده شال الدماغي وعنده سي بي بس ده نصفي ده راية هامي بلجيا بنشتغل عليه على اساس ان هو يبدأ يقوى عضلاته جهاز ده وتبره باسمه ملتبل جيميونيت عندنا هنا اسمه واحدة الاوجل كل الفكرة ان انا بثبت الطفل كله زي ما حضارك شايفة كده وبعد ما بنعمل تقييم وبنعرف ايه العضلات الضعيفة عند الطفل بمبدأ نركز عليها لوحدها حضارة الجسم كله متثبت والأفورت بتاعه كله طالع على الطرف اللي احنا شغالين عليه بس وبنعتمد على قاعدة بتقول لو انا اشتغلت مع الطفل اشيل كيلو عشر مرات احسن ولا عشرة كيلو مرة احسن لا اشيل كيلو عشر مرات احسن عشان بحاجة بنسميها الاندير بتعمله كده عشان يمشي ولا عشان ايه طبعا احنا بنقوى العضلات الضعيفة بعد ما بنعمل تقييم بنشوف ايه العضلات الضعيفة نتيجة الشلل الدماغي اللي موجود ما بقاش فيه مركز حركي يعني هو دلوقتي عشان هو فالجنب الشمال ما بيديش اوامر حصل الدمور في الجنب الشمال فبنبدأ نشتغل عليها عشان يبدأ يتكون ذاكرة عن طريق حاجة بنسميها المايلين شيس او الطبقة الدهنية كل ما السكنس بتاعها او سمكها زاد والفلوس خليني اشرح للماذب المخ فيه رايت هامسفير و لافت هامسفير يعني جزء يمين وجزء الشمال جزء يمين ده هو اللي بيدي اشارات للجنب الشمال والجزء الشمال هو اللي بيدي اشارات لندنا دكتور هلقش علي جزء اليمين فهو دكتور بيقول انه عنده شلل دماغي في الريت صح في الجزء اليمين اه و لما اتعملت كان فيه دمور في الجنب الشمال فهو ده اللي عمل له المشكلة فكل تركزنا دلوقتي على الريت كان عنده دمور في الجنب الشمال فبالتالي عنده قصور في الحركة في الجنب اليمين كان مخليه مش قادر يتحرق خالص ولا قادر يعتمد على نفسه يوسف دلوقتي بيمشي بشكل كويس جدا بيعتمد على نفسه ووصل لاستقلالية في شوية مشاكل في الاتزان ومشاكل في ناقل وزن الجسم على الطرف اليمين اللي هو في المشكلة ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي وبنقوى عضلاته عليه وفي مشكلة طبعا اكثر في اليد ما غدا بنا حضر لك ازاي عشان كده احنا شغالين عليها بشكل كبير لان دايما ان شلل النصف بالذات انت مجبر تدوس يمين وشمال لكن اليد ممكن تتنسي وده اللي بيحصل لاغلب اطوال الشلل الدماري احنا شغالين على اليد بشكل كويس بدأ يعتمد عليها بدأ يحمي نفسه بيها بدأ يحركها بشكل كويس ممكن يعمل طلاق بينسى يحركها يعني تماما عشان فيه ايد سليمة يعني انا عندي الطفلة وعند اليدين مصابين احسان لي ما اكون ايد واحدة سليمة وايد مصاب اعمل واحدة ويسيب التاني اه الحمد لله يا حبيبي بقيت تمشي احسن بقيت تمسك بايدك احسن اه بروفا اه صح اه اه بقى ورينا بعد ما تخلص بقى بتعرفتش علها ازاي زي ما الدكتور بيقول ان ان يعني انتم متخيلوش انه عنده شلل دماغي هو عنده شلل دماغي والشلل الدماغي ده يخليه ولا يعرف يتعلم ولا يتعلم اتعلم اتعلم عربي وحساب وانجليزي وزي ما بقولكم فيه شلل دماغي في الجزء الشمال عنده فبيخلي اليمين يتشل هو بيحرك ايديه عملها كده قدامكم وبيحرك ايده اليمين وبيقولك بيتشعلق هنا عشر ثماني بيمسك بيديه عارفين يعني ايه عنده شلل دماغي في جزء من المخ ويقدر ان هو يحرك برضه دي مش يعني ايه 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 طبيب هيشوفني بلقتي عارف انه مجهود كبير جدا مجهود ومصاريف ومعاناة ان احنا نباشر كل الناس دي في ظل كل الظروف اللي احنا فيها دي وانا تمسك برسالتنا اللي انتو بتساعدونا جدا 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 ان احنا نكملها هنا ايه بقى ده طبعا مجهود حضاراتك ده المركز مجهز عالمي بشكل قوي جدا دي بدلة الفضاء بيسموها بعض الدول سوت سيرابي وفي بعض الدول يسموها بانجي سوت كل دولة بتاخد لها مسامة معين كل فكرة البدلة ايمان طبعا شلل دماغي برضو بس حاجة بنسميها ميلد استونيا يعني انقباضات غير منتظمة في العضلات نتيجة ضمور برضو في خلايا الدماغ نتيجة نقص الاكسجين عند الولادة ايمان دلوقتي بتحرك بشكل كويس جدا بالبدلة بتحرك بشكل كويس البدلة دي عبارة عن فست وشورت ورقبتين وشوز هي مسموعة من برسب والمتيريال يعني المادة بتتنفس يعني عشان تلبسها لمدة ساعتين كاملين كل هدف البدلة دي ان احنا دلوقتي وزن ايمان 20 كيلو بتزود من 10 ال 15 كيلو على وزنها خويل عضلات بقى دلوقتي شايلة العضلات المقاومة الجاذبية شايلة 35 كيلو مش 20 كيلو مجرد انت لعها البدلة وتقول لها شيلة العشرين اللي هم وزنك واسحك بالنسبة لها دي بالاضافة ان هي بتحسن يعني اطفال دايما انشاء الله الدماغي بيبعدوهم جنب اقوى من جنب فهيتليها ميلة احيانا وهي بتمشي البدلة فيها احزيمة وقاساتك بيعملوا قوة سلبية واجابية بحيس الطفل يعدل ظهره لو في مشاكل في الضهر بتضغط على عضلات التنفس وبتالي بتحسن الكلام اه ليها فواية كتير جدا واهمها بتعمل مقاومة الحركة يعني التمرينة بالبدلة تسوي عشر مرات من غير طب بتقعد بيها المدة ساعة ونص بعد التقييم بنعرف ايه المشاكل اللي موجودة عندها سواء اشتغلنا على العضلات الضعيفة او اشتغلنا على الجرس موشن نفسه اللي هو تطور طبيعي للحركة اللي هو التقليب والوقوف والماشي واحدة واحدة بتبقى يسا المدة ساعة ونص اه تمنتاشر تمرين كل تمرين خمس دقائق مغدا بالحركة زيه كل طفل طبعا ليه برنامج تقييم بعد التقييم بتحط له برنامج خاص بنفسه بتعملي ايه بقى اسمك ايه ايمان ايمان تقيلة ديها ايمان اوي لا اه انا عايز اولي اخبرك حاجة ايه اطفال اللي عندهم اه او انقابضات مش منتظمة بالبدلة اريحا تعمل الاتزان اكتر ولا ايه اه اه بالراحة ايمان حاولي تمشي كده بص حضرتك الطريقة اللي تمشيها بقى البدلة يعني غير البدلة مش مشيتها مش كده اه مشيتها مختلفة تمام بس بالبدلة انا انا اشيل ايدي وانت هتركزي يلا واحدة 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 اثنين تلاتة دي مش مشيت ايمان ايمان ماشية مترنحة جدا ايه بالبدلة الموضوع كنترولد جدا عشان كده احنا بنقول هي من اهم فوائدها في الاطفال اللي عندهم حركات لايرادية او عندهم انقابضات غير منتظمة في العضلات زي ايمان كده فضي لابسة البدلة ايمان وغرا ايه ايه فضي لابسة واحدة وخلا برافو ايمان تمشي لوحدك برافو برافو على المال على المال واحدة واحدة ايه ايه ايمان 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 بتعملوهم عليك طبيعي عشان يمشوا ويتحركوا بيتعلموا عندهم قدرة على التعلم وهيطلعوا واغدين شهادة ويقدروا ان هم يساهموا في المجتمع بأي حاجة ومش يبقوا عالة ولا على أهلهم ولا على المجتمع في ايه أعظم من كده ممكن تعملوهم في ايه أحسن من كده ممكن تعملوهم في شهر رمضان مش هيبقى عندنا تصوير مش هيبقى عندنا هوى هيبقى عندنا خير بس بس بيبصلي عايز يقولي يا كدابة يعني هشغلكو برو انتو هتشتغل هتشتغل ودي حاجة ما ليش علاقة مش هدي أجازة يعني للناس أكيد بس أنا بتكلم على إن احنا مش هتشوفونا فهيبقى عندنا وقت أكبر إن احنا نيجي نزور احنا ما بقاش عندنا وقت حنيجي نزور ولكن بنتابع المشاكل فلان عايز كذا فلان محتاج كذا القوضة دي بتتجهز القوضة دي بتتجهز محتاجين كذا محتاجين كذا متعة مش هقولكو إن هو عبق ولا ولا نحنا بنتعب جمد قوي وخالص متعة شديدة جدا جدا ويمكن احنا عشان بنبقى مركزين نحنا ننقص حياة الناس اللي بتموت من القلب وعايزين نجري نجيب لده مش عارف ايه ونعمل عمليات زرعة كلا ونعمل عمليات عيون ونعمل عمليات تغيير مفصل وزي ما بقولوكم دمور في الأعصاب وغيره فما بنجيش المدرسة أي حد عايز يشوف مجهودنا الفضية يجي مدرسة الصبايا الخير اللي قالوا لي ما تقوليش مدرسة الصبايا الخير حسن يقفلوها لنا ولي مركز عشان المواصفات مش بتاعت مدرسة المواصفات هي الأمطار طب الأمطار أهم ولا الكواليتي ده أهم ما ناخدش كلمة مدرسة ليه عشان ما عندناش جنينة مش عارفة بصحتها كذا وما عندناش مفسي نتغير بقى نفسي نتغير ونبص حوالينا ونتحضر فأنا مسميها مدرسة صبايا الخير اللي فيها تمانين طفل بيتكتب لهم عمر ومستقبل جديد تمانين مصري بيتكتب لهم مستقبل جديد إن شاء الله يبقوا السنة الجاية 120 والبعد يوم 160 والبعد يوم 200 ومن بقتش موزيعة خالص أفتح مدرسة لوحدي وعالج كل الناس إن شاء الله بإذن الله شوفنا العلاج الطبيعي مش عايزة أقعد أحكي لكم وده عنده إيه وده عنده إيه تعالوا نروح نشوف الفصول التانية موسيقى هنا في الفصول تانية دلوقتي ممكن قاض هنا موانش تعملوا إيه؟ قولي تعمل إيه؟ قولي قوريني تاي أعمل معيك اسمك ايه سلمة سلمة تعملي ايه سلمة وريني كده هتركبيها ازاي دعالوا شوفوا سلمة وهي بتركب البوزل ده ايه صورة ولد ده ولا ايه بات وريني برافو سمشي بالترتيب برافو ده ولا دوينت الله برافو 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 يا سلمة ازاي تعلمتها تعمليها بسرعة كده برافو عليك عندي كيش واحدة تانية طيب هيدي بس ايه 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 جميلة قوي عارفة ان انت جميلة قوي عارفة مين قالك ان انت جميلة قوي ماما ماما وشعرك حلوة قوي حلوة قوي كل حاجة حلوة قوي ايا فيها كل حاجة حلوة وريني بقى ايا بتعملي ايه تعريبت العبيده بده هي اعمل معيك تعيي نام البيت كده هنا برافو عليك برافو عليك ايه بتيجي المدرسة كل يومي ايا ايا حلوة ها اوي ايه بتعرفي تغني لي حاجة ايه ايه بتغني ايه ها انت عندك اخوكي او اختك اخوكي ها اخوكي اسمها اي ماما اسمها اي اسمها اي بابا 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 ايو اخبوطي جيمت عشان تنفوض مو جيمت 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 اخبوطي جيمت اخبوطي جيمت ايو غاية ما يكترش خارج باي باي زي ما انتو شايفين في درجات من الزكاء القدرة على الكلام في ناس هتمشي من اول سنة تروح وفصوا للدم كيف ناس هتعود سنة واثنين وثلاثة ومكملها معنا زي ايا ايو 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 الحاجات اللي هي تركيب البوزلز والسلصال والحاجات دي كلها طبعا كان من رابع المستحيلات انه يعملوها كان بيبقى الطفل كل اللي بيعملوه هو بيصرخ ايو رفش يتحرك رفش يتكلم ايو لحقيقا لما بلاقي حاجات كده ببقى فخور قوي بيكنتو يعني عشان دي فلوسكو النعب والاجهزة دي فلوسكو يدعمونا بيها لقدر نكبر المشروع بيها أنا علم الولاد أحسن زي ما بيقولوك الرسالة رسالة وطنية جدا كنت دايما نقول قولوا تحيا مصر بس قولوها من قلبكو وقولوها بالفعل مش بالقول وصبايا الخير في هدوء شديد وفي صمت شديد بيقول تحيا مصر بالفعل مش باين دا مش بيتقدر دا لا بيتقدر بيتقدر من أهالي ناس دي وبيتقدر من الله سبحانه وتعالى وإحنا فخرين بنفسنا جدا جدا طبعا بجانب الفصول اللي دخلناها اللي بتعلم حزابه عربي ومجليزي ومش عايزة أقعد أعرض لكو كل الفصول عشان ما يبقاش مملة وتقلبه التلفزيون فيه كمان بتوصل للمجغولات زي ما انتوا شايفين ان هما بيلونوا بيصنعوا انت اللي كنت بتغني شاطر قوي اسمك ايه علي نور هما بيعملوها من الأول لا بيبقى المساعدة مثلا بنسبة 80% 70% حسب يعني بك احنا بديهولهم كده هما بيكملوا معنا نور نور نسبة 80% انا شايفة بيعمل اهول واحد وريني يا علي دا بيصنعها الواحد خال علي مركب قوقا ايه دا معنى هو ما كانش بيسمع انا بوصدره يعني تعليم وتأهيل وعيلانك زي ما انتوا شايفين بيعلموهم الجهاز الهضمي بدون احياء يعني علموهم الحيوانات الالوان كل الحاجات دي الولادة اللي عاملينها الولادة عندهم شلل دماغي وداون سندروم الولاد اللي عاملوا الحاجات دي عندهم شلل دماغي وداون سندروم الولاد دي اللي اتعلموا في مدرسة صبايا الخير اللي بمجهودكو المادي عملنية بشكر طبعا دار المونة لانها هي لساعدتنا ان احنا ننفس كل ده وبتباشر ده دكتور مجدي السامرة لما قابلت حضرتك من 3-4 سنين وقعدنا عملنا الاجتماع الصغير ده وقلت لك انا حلمي اعمل كذا وقلت لي الحلم ده هيبقى حقيقة هتقدري تصرفي على المشروع ده وقلت لك اه اقدر قلت لي هتقدري تعملي حاجة كل شهر وقلت لك ايوة قلت لي واسقة يعني بجمهورك كده قلت لك ايوة جدا وفعلا اتعمل المشروع كل سنة بنيجي نلاقيه كبر والولاد بتكبر معي بتكبر ذهنيا وحركيا وبنعمر مصر انا شايفة ان بعلاجنا للإدمان وبالقضاء على كلمة دوي احتياجات خاصة انا شايفة ان احنا بنعمر مصر ليه حدريكي تشرحيلي بقى مين اللي اخد المداليات اولادنا في الولمبياد الخاص المصري حصلوا على المركز الاول والمركز التاني والسنة دي برضو يعني الحمد لله رب العالمين يعني حصلت الطفلة فرح والطفل علي هاني على المدالية الزهبية والفضية في الاولمبياد الخاصة المصري السباح ممكن نشوفهم يعني ممكن نشوف فرح وقتايا ايه ده احنا ولادنا بتونا مدرسة اخدوا مداليات في اولمبياد وكده احنا مش حاسين كل دي كل دي مداليات اخدناها في الاولمبياد تعالي نشوفوا ابطالنا دول ثلاثة الاول والتاني الحمد لله ثلاثة الاول والتاني في الجاري واخدت مداليا اه زهبية وفضية ماركز اول وماركز تاني زي شوتر كده لازم اجري وانا احرق ايدي كده جامد يعني ينفع توريني اه وسبقتهم كلهم واخدت المداليا المداليا هنا اديتها لهم ليه اوه الرهالي كل اولي اوه الرهالي وبليم خدها البيت انت اوه اوه جانا بعد مصر بيقولي بيقولي مصر هي انت 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 مبسوط ان انت اخدت مداليا لمصر تعالى طيب تعالى اقولك حاجة لوحدك انت 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 مبسوط بانك اخدت مداليا لمصر اوه طبعا جدا كمان جدا كمان بتحبي مصر اوي او بحبي مصر هي مصر هي أم الدنيا بسراحة مصر هي الدنيا مصر هي أم الدنيا مصر هي الدنيا يعني انت جبت مداليا ذهابية وفضية ومبسوطة عشان مصر علي هاني أحمد أبو بكر السعداني عمار علي هاني أبو بكر السعداني عمار علي هاني أبو بكر السعداني عمار علي هاني أحمد الأول علي هاني أحمد أبو بكر الصديق عمار السعداني سوري صعبة قوية انت أحمد يعني صح علي الأول علي الأول ده أنا اللي يعني ظهر أن أنا محتاجة أهيل والله العظيم علي أنا مبسطة منك جدا لأن أنت مفترض أني أرشتشافتك النهاردة جدا حبيبي والله أنا مبسطة جدا لأنني أنت بطل عارف كده؟ شجاعة كمان شجاعة طبعا جدا تتغلب وتكسب وتجيب مدليتين لمصر آه يعني أنا الحمد لله ربنا ساعدني أقري إزاي الحمد لله الحمد لله ولي بقى أكلمني عن مدرسة شوية إيه رأيك في المدرسة دي؟ حاجة أروحة يعني أنا هنا عرفت إزاي آرة أكتب أتكلم مع صحابي إزاي عرفت كل حاجة من الحمد لله شكرا نخليها ولا نقفلها ولا إيه؟ سيبوها يا بس أجيبوها أقول لهم أن يسيبوها على الله تقفلوها تاني بقى عشان على الله دي عجبتني عاوش أقول لهم على الله تقفلوا المدرسة ماينفعش كده قولي بقى يا علي إيه أحلى حاجة في المدرسة؟ أحلى حاجة إن هي حلوة أقققديدة جديدة صح تعرفين أنا هي بقى لها شوية يعني كل ما باجي شراحك كتير آه كل ما باجي بلاقيها أجدد عارف ليه؟ عشان إحنا في ناس اللي بتشوفنا دي بتجيب لنا فلوس والفلوس دي إحنا بنكبر بيها المشروع ده بنكبر بيها المشروع وبناخد أطفال أكتر فإحنا مفروض نشكر الناس اللي بتدينا الفلوس دي صح فيها ناس محترمة والله وفوق الوصفة كمان شفتوا بيقولوكوا إيه علي؟ بيقولوكوا أنتوا ناس محترمة فوق الوصف تصدق أنت المحترمة والله العظيم والمتربي مقدبة شوية بيها بيها رامشة أي بشكل مقدبة شوية مقدبة جدا طبعا جدا بيقولك إيه ده ما تسيجي كان نروح مع بعض البسين نشوف الناس بس أنت بطل في السباحة؟ قوة سلة وكورة قوة قوة يعني إيه بقى ألعاب قوة؟ خدت ذهب ذهب وفض دي كان بطولة إيه؟ دي؟ دي بتعدي السلة ودي بتعدي الكورة الممبئة الخاصة لمصر وخدت إنت مدليتين وقلت لهم إن إنت في مدرسة صبايا الخير؟ أه قلولك إيه؟ قلولي دوك المدليا؟ قللي بقى أنا بصوتة قوي بيك، إنت إسمك إيه؟ أحمد عدماجود أحمد عدماجود أحمد عدماجود ما فيه؟ ما فيه؟ ما فيه؟ أم يخليك يا حبيبي؟ ما هكدتني عمل في الحيوان المصحف؟ فين البسين؟ فيه؟ يعلن الله وعالرون أنا ما كنتش عارفة إنإحنا عندنا أبطال في مدرسة أمام أبطال للعالم كله، صراحة يعني؟ أبطال سلة، أبطال كورة عندنا في مدرسة صبايا الخير، أبطال سلة وأبطال كورة وأبطال تنس طولة وأخذوا مداليات ذهب وفضة في البطولة الأولمبياد الخاصة في مصر يالا نروح بسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندنا أبطال سباح أبطال في أولمبياد مصر في السباح في مدرسة صبايا الخير تعال يا عاجي تعال يا عام تعال أنا دلقت فخورة جداً أنا وقفة وسط أبطال مصر اللي المفروض كنتم بتقولوا عليهم دوي احتاجات خصة ولكن هما أبطال جابوا مداليات دهبية أفضية في الكورة وفي الجارج وفي الباسكت في السلة وتنس طولة والسباحة الاثنين اللي في الباسين دول أخدوا مداليات دهبية في السباحة في البطولة بطولة الأولمبياد الخاصة في مصر عارفين يعني إيه داون سندروم يعم ويبقى فيه هذا التوافق العصبي العضلي برافو عليك برافو التوافق العضلي العصبي والاتزان كتير بنعود نقول لكم تعالوا نعود يا ولات كتير بنعود نقول لكم إن والله بنعمل مجهود كتير بنعود نقول لكم إن عندنا رسالة عظيمة جدا 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 محدش بيصدقنا يعني إن نعمل مكان يهتم بالرياضة بشغولات اليدوية بالتأهيل الزهني بالفازلس والحاجات التعلم دي أولاد كانوا بيقولوا عليهم ذوي أحتياجات خاصة قال لكم على الله نتيجوا جميع المدرسة أنا فخورة جدا بيكم مبسطة جدا بيكم عشانتوا أبطال ولازم مصر تهتم بيكم وتكرمكم يعني أنت أنت قلت مصر هي الدنيا مصر هي في أدينا في حمايتنا في مصر دي لا تاني بتقول إيه مصر إيه مصر القوية شجاعة أنت قلت مصر في إيه فيها حمايتنا في حمايتنا أهل حاجاتنا في مصر يعني الأكل حلو الصور بالبيت أي حاجة هنا حلوة عندكم بردنا حلو مش بحشة أنت هتحمي مصر أهل إن شاء الله ممكن أتكلم معاك سانية تعال يا غيباطل إنت تعال 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 يا أدم تعال يا فرح أنت خدت ماداليا أه ذهب أه ذهب زي ذهب أه أربعة أربعة أه أكسبت في السباحة كل ده أه سبت ما هي في ألعاب القوة خدت في أمركز ثلاثة ومئتين متر خد ماداليا في ألعاب القوة وفرح أخدت طلعت ثلاث بلونز خليب بلونز ربما متر سباحة تعال يا فرح خدت ماداليا أه وعمتي جامد قوي وكسبتي أريد أن تبت أه لحن دين ما ماداليا مش هنسبحك طب إحنا عايزين ماداليا دهب أريد أن تبتها أريد أن تبتها أريد أن تبتها أريد أن تتمراني جامد قوي أشرا يتم ماداليا دهب ممكن؟ مالفرش مالفرش أسكندرية أشتلا لا أشتلا أشتلا من شباح شمالك يعملها مالين؟ اشتلا لن تبتها لن تبتها ماما دحل أشتلا trouve كم واحدة؟ قعشẽ عشرة واحدة تالت فرحت لقيت المركز التالت وخدت ماداليا برونزية وأدهم أخذ ماداليا في ألعب القوة تفتي علي وتقولي خدت أربعة في السباحة أربعة لا مش أربعة أربعة واحد بس اه 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 طبعا كان مكتوب على الولاد دي انها متعملش اي حاجة في حياتها وتحوالوا الأبطال تحوالوا الأبطال بمسندتكم وتحوالوا الأبطال بأنكم صدقتونا وتحوالوا الأبطال لإيمانكم برسالة صبايا الخير مهما يعني أعود أقول وأشكر وأقدر وأقول إنها مسيرة قوية جدا لمدة عشر سنين بتجبر بيكو وطموحاتنا بتجبر عندنا مسندة قوية قوي 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 من الله سبحانه وتعالى فقط وأرجو إن الولاد دي بعيد عن مدرستنا خالص وبعيد عن اسم صبايا الخير وبعيد عن اسمي بجد لازم يتكرموا لأن لما ولد زي دا يقعد يقول مصر في حمايتنا ومصر هي الدنيا وأنا مبسوط إن جبت المداليات دي لمصر لك كل حاجة حلوة في بلدنا لأنه هو اتعلم وأخد حقه ولعب رياضة وتقدر واخد مداليات وجي مكان جميل زي اللي إحنا شايفينه ده عشان يجي كل يوم يقضي وقت لطيف يتعلم فيه لازم يحب البلد ولازم يقول إن كل حاجة فيها حلو عشان هي فعلا لو كل واحد اشتغل بضمير وكل واحد اشتغل ببنية خلصة لله من غير تربح من غير تربح من غير رشاوي ومن غير محسوبيات ومن غير وسطة ومن غير فساد هتبقى البلد دي حاجة تانية خالص أنا بشكركم وبقدركوا وكان نفسي يمشي عالتمن فصول أوريكو كل فاصل بيعمل إيه ولكن أنا عارف إن هو هيبقى مملة بالنسبة لكم إنكم مش هتشوفوا كل ده بديتكو نبزة صغيرة قوي عن إنتو بتعملوا إيه وبتحطوا فلوسكو في إيه ورسالة القوية جدا 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 إنها نهتم بذوي الإحتياجات الخاصة في مصر إن سبايا الخير خليها أولوية عنده وحققناها الحمد لله على أكمل وجه بتنسو نشر رمضان إحنا نساء الخير إحنا عندنا مكتبة زي ما إنتو شايفين كده ساء الخير بتعملوا إيه؟ قصة للأطفال بعملوا الحريق وعشان يعرفوا رجال الأطفال والأطفال بيعملوا إيه؟ بيعرفوا هم ما يقروا ولا لسه؟ حلوة قصة أو مش قوي الأطفال بيعملوا إيه؟ بيحفزوا على حياتنا رجال الأطفال بيحفزوا على حياتنا وإيه كمان؟ دي قصة اسمها إيه؟ يوم مع رجال الأطفال يا سلام بالطبال إيه؟ بيبقى ماء يحفزوا ما ماء ماء من اللي متعدوا عليهم ومنينجزوا حياتي، ليه؟ وبيعودوا وتنربوا على دة أكتر من مرة عشان يبقوا عندهم سرعة في إطفاق الحريق ويحفزوا على أرواح قطتنا المكتوب من هنا؟ طيب أنا عايزة قصة أحلى من دي شوية ندكوا كتب اي تانية ولا قصة اي تانية ما تجابوا لنا قصة تانية غير رجال الأطفوق أمركم شفتوا حريقة؟ اسمكم ايه؟ اسمك ايه؟ لوفايدة لوفايدة؟ وانت؟ سانا وانت؟ خلصوا محمود محمد عبد الفتيح محمد محمود ناصر محمد محمود محمد محمود محمد كله محمود ومحمد لوفايدة؟ اسنك لوفايدة؟ روفايدة روفايدة؟ اوه ما تساويتو شفتل الفايدة عملي زي دي قصة ايه بقا؟ قط يغني اوه؟ ما دي ما طرفيه شوية حد بيعرف يرى جنة وريني كده يا جنة كده يغني ذات مرة كانت كده كبيرا أصفل لونه انت بتغني ده انت بتقري بالتشكيل كمان بتقري حسن مني تفضلي اسمه فلفل فلفل يعني بالبلاد ذي كده يعيش مع صحابة سيدة كريمة في بيت صغير تتصل بي حديقة صغيرة في آخر ماري برافو علي وبتقعدوا بقى تقروا القصة وتشوفوا بتستفيدوا منها ايه 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 اللي ممكن يستفدوا منها انا رحزت الحواديد دي زا ما بتناموش بتنام اصلا لو حد حكي ليه حدوتا هنام على الطول طيب انا بسطة منكوا قوي وعايزاكوا تقروا القصص كتير قوي 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 عشان القراءة دي حاجة مهمة قوي جدا تخلينا متعلمين جدا وتخلينا نعرف معلومات كتير قوي قوي قوياتاكوا تقروا كل الكتبتين ماشي؟ ماشي؟ طبعاً احنا معناش كل أولياء الأمور ده جزء من أولياء الأمور اللي جايين يشكروكو يقولون لكو قد إيه حياتهم اتبدلت إزايك؟ أنا مساعدة عملا إيه؟ أهلا مساعدة ريام سعيد لازم اسمي بالكامل أهلا مساعدة دول إخوات طبعاً للولادة اللي في المدرسة الإخوات السلام للولادة اللي في المدرسة احنا جايين بنشكركو بس على إنكو بتواصبوا على إن انتو تجيبوا الولاد وأنا عارفة إنكو بعد كزا مرة بس إحنا كمان عندنا حيات كتير قوية تانية زي منتشايفين هنشاكل عملت بزاي ونخليك ودعولنا بس إن شاء الله نقدر ربنا نخليك ربنا نخليك ربنا نخليك أهم برحلة حضرتك عملتيها إنك خليتي بالك شوية من أطفال اللي هما زول إحتاجات الخاصة في التعليم يعني في أماكن كتيرة فيها بتأهل بتأهل للأطفال اللي هما زول إحتاجات الخاصة بس حضرتك ضفت إضافة حلوة بجانب التأهيل إنك تعلميهم هنا بيعلموهم فعلاً بيدهم المناهج بتاعة المدرسة بيشتغلوا معاهم ومعرفوا الأولاد حاجات كتيرة فدي حاجة مهمة جداً وطبع حاجة وام يعني مش هقولك إني مش غادرة يعني مش عارفة عبر عن إن كانت بنتي فيه وأصبح أنا عارفة لكن أنا عايزة تقولي للناس عشان إحنا ما إحنا إنتي اهتمتي بعيالنا أنا عندي اتنين محمد ورفايدة يعني رفايدة قتاح أطلع الفرصة هنا أبدا رفايدة أنا في المكتبة بصراحة مش عارفة أقولك إيه يعني أنا عاجزة عن الشكر بنا يا خديق أهم نشكركم والله أنا نفسي بس يعني أنت عارفة أنا مهما أطلع في التلفزيون وأقول يا جماعة والله إحنا بنعمل يا جماعة والله إحنا بنعلم يا جماعة والله إحنا بنأهل أكيد عندكم جران يقول لكم لا ده كلام تلفزيون صح؟ ده بيقولوا أي كلام ده ما بيعملوش حاجة لا بتعمل والله أنا عايزة أعملتي مع بنتي إنتي أعملتي مع بنتي بنتي سيكي يا قولت الفكرة دي بقى أنا يعني عشان مثلا الجزء اللي بيقتنع اللي بيساعدنا ده شوفوا عمل كل ده تخيلوا إن كل الناس تقتنع هنلاقي أكيد يعني مش إنتو بس هنلاقي ناس أكتر بكتير عايز يقتنع عايز يقتنع خضرتك مشوف أم محتاجة إن ابنها يكون عايز حاجة ومش قادرة تعمل معا حاجة اللي حضرتك عملتيه مع أولادنا يعني ربنا أولا ثم حضرتك في المدرسة عملوا معانا حاجات إنجازات مش معقولة كان ابني عنده طلع صم بقى الكلم كويس جدا كانش يعرف فيه قرأ ويكتب بقى قرأ ويكتب كويس جدا كان قلم الرصاص ده معاه قلب به بالعافية دلوقتي بقى يكتب الجاف رحي حولتله دمج في الدمج لما بقى يكتب بقى يقولولي الحمد لله يعني أنا كمدرسة ما كنتش عارف الدمج ده غير لما جيت هنا وحولتله الدمج هناك هو اسمه علي كان لسه مقابل حضرتك هو علي 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 ده علي مش بحتاج خالص علي بقى صديقي جدا ده ما كانش كده عنده طلع صم علي طلع صم حضرتك ما نفهمش منه حاجة لدرجة إن كانوا الليالي عنه فيه مقالب وأنا ما نفهمش هو بيقولي إيه طلع صم دائم بيتهت في الكلمة سمستطرنج يعني دلوقتي تلاعصوا عنده تشيال تماما الفهمي بقى عالي جدا التعامل مع الناس ما بقاش فيه خوف ده بيكلم بيقول خطب بحب حضرتك جدا ربنا أخليك ولمكان ولمحضرتك فعلا هو باطل لو جاب لنا مداليات ومدالية الدهبية والفدية 8400 بطولة إتحاد الرياضي ربنا أخليه إيه برده جاب بطولات في متين متر بس سبع سنين بس بس جاب متين متر اسمه ايه؟ ايسا شايفة قدهم برضو ايه فرح لا يعني بصراحة فرح سباحة جابت في الجمهورية مدلتين بونزتين ايسا شايفة لا بقولك بصراحة ده المكان الوحيد في مصر الوحيد اللي تتعامل مع الولادنا بضمير وبحب انا مش قادرة اقول لحضرتك قد ايه بيتعاملوا مع الولاد بحب يعني الدكتورة انا جات يعني اقولك بتتصل بينا في التليفون لو الولاد في فسفوزة تتصل ايسا بقول لها والله مجهودها والمدرسين بيتعاملوا بضمير بضمير احنا مشوفناهش قبل كده يعني كل المدرسين طبعا متخرجين من كل اللي هنا واللي برا لكن ده هنا برا مفتقد الضمير هنا الضمير موجود 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 مع اولادنا بشكل مش قادرة اقول لسه كنا بنقول كده هناك بنقول من غير فساد ومن غير قد الضمير كل حاجة هتمشي صحة جدا 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 باما حانتش يقدر يعمل حين ربنا ربنا بارك لك يا رب وباشكر برضو الدكتورة ناجات وكل القصة اللي موجود معاها بصراحة يعني خلوا لدنا يعني مستوى انا ما كنتش متوقعة احمد عبد الموجود اللي حضرتك شفتي دولواتي برضو واخد مدليان فانا مش عارفة يعني هقول لحضرتك ايه بس احنا خايفين احسن نمشي من هنا وانا بوالله لا احنا يعني ان شاء الله باذن لا المستوى ده اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مفيش المستوى ده في اي حتة في اي مكان في اي مكان مفيش اي مستوى خالص زي ده فاحنا الحمد لله رب العالمين يعني شكي بقولكوا ادعوا ان دي مسيرة ماشية بالتبرعات يعني فيه تبرعات بنكمل بتعملوا خير كتير وبتعملوا يعني انا يعني انا شايفها والناس كلها هنا شايفها والدكتورة ناجات اللي بتعملوا كل الموجودين هنا بيعملوه بصراحة ربنا يبرك لهم يا رب يعني وقفوا عيالنا على رجليهم يعني نقدر اللي احنا نمس هنطلع ولا حاجة ببر الابان معهم ان شاء الله ان شاء الله بإذنه ترجع مننا؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ احنا بندفع نص مليون جنيه في الشهر حرام المجهود اللي انتم عاملينه يضيع حرام مجهود جبار مجهود كبير جدا انا ابني ما كانش بتعمل مع الناس خالص كان دايما يوقفوا رايا لو شافتنا كان عن توحد ولا ايه؟ لا ابني حركة مصطفى مصطفى المواقف على ما الشاي بيغنيوا ما كانش بيتكلم خالص وما كانش بيتعمل مع الناس بس انا ما بقول كده ما حانش بسداني يقولي ايه ما كانش بيتكلم خالص فعلا كان بدأ يكره الناس مش عايز يتعمل مع حد وعش كده ما بشوفهم بيغنوا وكده ما كده يقولك ايه يعني يا عمه مع عيال بتغنية لو قعد تحلف ان العيال دي ما كانش بتتكلم وزي ما حريك بيتكلم دي حقيقة وقعي على فكرة معي دي مامته مامة مصطفى مجود ما نقدرش ننكره ابدا ابدا عشان كده بس اقليك فيس اللي يستمر يا راي رجاء ده رجاء بقى من المصريين يعني انا احنا الحمد لله حتى لما البرنامج يوقف موقفناش يعني عملنا المستحيل ان احنا ما نقفش فهي بصي هو ربنا يعني الرجاء ده يبقى الربنا لان هو ربنا اللي بيرزق وربنا اللي بيمشي كل حاجة وربنا مش هيلقي ان حد بيعمل حاجة كويسة ويوقفه اكيد مكسوفة من كل حاجة بنتك ايه؟ تأخر عقلة بسيطة بس ما كانش فيه كان تبقى خجولة مكسوفة من كل حاجة طويلة ما بتتكلمش خالص دلوقتي بتقول في الإزاعة بتقرى بتكتب وبتقول في الإزاعة بتقرى في المصحف في طول كل حاجة بتصلي ما كانش بتصلي خالص دلوقتي بتصلي عارفة الحاجات اللي أيام الأسبوع عارفة تقول ايه عارفة النهار ده ايه انا عارفين الشهور الهجرية والميلادية عارفين كل حاجة انا ابني سبع سنين دلوقتي عارف أيام الأسبوع عارف العدد السابق والعدد اللاحخ جمع بيجمعوا بيكتب ده وإحنا ماشيين في الشارع داون سندروم حضرتك عارفة اكيد الحالة عارفة والله بسهمة ما عارفوش خيالي بقى اني حضرتك بيمشي في الشارع يقرالي الكلمات يعني يمشي يشتهجك كلمة ويقراها انا ما كنتش متخيلها ما كنتش متخيلها ابدا اني داون سندروم عنده سبع سنين يعمل كده يعني اللي انا عملته وعملته لي ده كان حلم 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 يعني مجهود كان فظيع يا رب ايه داوة ايه داوة انا والدة علي نور الولد اللي كان بيعز في برا انا عايز اقول لحضرتك هو علي دلوقتي عنده عشر سنين انا يعني قعدت ست سنين برا بنقله من مكان كل مكان قعد سنة واثنين ما فيش اي نتيجة اول سنة جبته هنا يعني قلب بيه والله العظيمة كان حفزها كلها دلوقتي حفز قلب بيه حفز الكلمات الحروب بالتشكيل دلوقتي ما شاء الله يعني بيشتهجى وبيتملى وبيقرا وما شاء الله دلوقتي يا حضرتك شفتي بيعز ببرا ودلوقتي ما شاء الله عنده برضو موهبة الراس لو جبت له اي حاجة بيرسمها يعني لو جبت له اي مثلا اي رسمة بيرسم زيها بالزبط اكيد ده في البيت بيبقى مختاق يعني الواقع عليكم مختلف بس هو هنا يعني هو كان جاي هنا ما فيش خالص لا اصي اقول في البيت اختلف معيك يعني اكيد بقى لعي بقى خفش شوية قصد اه طبعا يعني بقول لحضرك انا قعدت ست سنين برا يعني بتنقل من مكان لمكان ما كانش فيه اي نتيجة هنا ما شاء الله يعني ما كملش كام شهر الله اكبر باش وماش نحسد نفسي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مش بقول كده هو دعا من ربنا يعني هو البرنامج ما كانت شغال أصلا وكان إحنا برضو بندفع وبردو ماشيين في المدرسة عادي وبندفع الأجور وكل حاجة في معادها يعني ربنا موقفتنش يعني هو ربنا مش حد يعني أنا عايزة أقول لحضراتك بس عليها أنا عايزة أقول لحضراتك اللي هنا أنا مكنتش متوقعة أصلا أنا بنتي عندها توحد بسيط وعندها تأخر عقلي بسيط لما جات هنا مكنتش متوقعة أبدا 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 أن مريم تعرف تقرأ تعرف تكتب تتملة تعرف عربي حساب إنجليزي بتاخد بسم الله ما شاء الله درجات جميلة هنا جدا هنا فيه اهتمام بصي من ألف للياء أنا أصلا لغاية دلوقتي حاسة إلا أنا مش في حقيقة أنا في حلم في حلم فعلا ومريم يعني كل اللي يشوف مريم يعني في الباص تقول لي أسامي الأطفال اللي معاها في الباص ده بالنسبة لي خيال أنا ببقاش مصدقة نفسي أبدا لما تقعد تقول لي ده اسمه كذا وده اسمه كذا حسن لنا في حلم وكيف أصحى منه بصراحة أتمنى من الله عز وجل إن يكرمكم ويكرم جميع الشغالين هنا لأنه هم فعلا 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 عملوا إنجاز كبير أنتو عملتو لنا معجزة ونشكركم عليها أبدا أبدا أخليك والشكر لله واحد أعوز أشكر هنا المكان فعلا أنا ابني كان عنده تأخر زكاية تأخر طراثي فأبني كان هنا جاي ما بيتكلمش مش بير ولا بيقرأ ولا بيعرف أليه بيه ولا حاجة بس صراحة من ساعة ما جاي هنا عرف اللي هو هيقرأ ويتكلم ويجتهجة ويتملى وعرف اللي هو كان الأول بيعوف في البيت ما كانش بيتمت إحنا عملنا المدرسة عشان كده ومش طبيعي إنك تدخلي مدرسة وتطلعي منها زي ما تكوني جيتي فهم هو ده الطبيعي يعني ربنا يخليكي إحنا 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 كنا دايما نقول إن إحنا عايزين نقول تحيا مصر بالفعل يعني لما يطلع الولاد دي متعلمة ومعهم شهادة ويقدروا يشتغلوا ما يبقوش عبء عليكم وأكيد دي حاجة كويسة قوي للبلد والله العظيم هو هو الشكر لله فقط هو الشكر إحتاجات الخاصة يعني حضرتك إنتي عميلي مقارنة كده وشوفي مين بيهتم بزول إحتاجات الخاصة هتلاقي ما فيش يعني نفس المستوى ده طبعا طبعا لأ طبعا لأ إحنا لفينا كتير حضرتك عارفة الأم بتلف جده إحنا لفينا كتير بس بنفس المستوى طبعا لأ بنفس المستوى اللي عال فرجت معاك يعني بنتي ديت ما كانش ممكن إنها تحكيلي على حاجة حصلت لها بتيجي تقول لي حصل كذا كذا بنتي منين؟ أنا مش عايزة أقول مونتين؟ سوهاج ولاة؟ كردا إيه طب ما لها كرداسة؟ ما لها كرداسة؟ إخوان يعني وكذا؟ عادي على فكرة لو إخوان لو إخوان ملوش علاقة بابنك برضو على فكرة بقصد على كده يعني أنا لفت كتير يعني تيجي تحكيلي وتقول لي الدكتورة أنا جات جاي رمضانة ما يعرف أي ده بتصوى الدكتورة اللي جات بتقول لنا على الصيام جات تحكيلي إنتي مجرد إن بنتي كانت تحكيلي كلهم حافظين قرآن وحافظين أحاديث وبيصلوا شئ يسعدني إحنا معناش طبعا كل أولياء الأمور النهاردة ده جزء اللي جي بس بصي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تفقله بالخير تجدوه وربنا قال أنا عند حسن ظن بيه لو إحنا ظننا دايما بربنا نوقف جنبنا هيبدل واقف جنبنا لكن نبدل نقول خايفين وهنقف وهنعمل ومش عارفة إيه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله لا والله أنا اللي بقى أشكركم كفاية أن أنا أروح أحسن أولادكم كويسين اللي متقدموهش في سنين إحنا دقنا بولادنا كتير برا أنا عندي إبني عنده إعاقف جزء اليمين دلوقتي إبني بيفتح باب التلاقي بإيده اليمين بيحاول يأكل بإيده اليمين يعني يتحسن كتير اللي هو كان موجود في العلاج الطبيعي دلوقتي أنا فرحة أجد حيرة أجدت واجب بدأ ألعب وأمل إيدي والإيدي كمان عشان خاف في الروح المتصلة عشان خاف ما أبدأ تبتوك أنا شفتك أنا أشكرت جداً أقوان على الفكرة إنها جت في قريتك طبعاً فأنا بشكرك عليها جداً أني كنت نتعبع حضرتك من السنة اللي فاتت وطبعاً لما أنا بنا جو كنت سعينة جداً والحمد لله أنت حضرتك عملت إنجاز وكل اللي موجودين نعمل إن كان سجامد بسات دكتوري النجاة يعني كان دكتوري النجاة أنا شكرتها والله يا فهي أنا جات عادت معنا كتير بكتور جامد دكتوري النجاة بتخاف على أولادنا أكتر مننا أكتر مننا أنا جات شغالة معنا بحاز صح ومعنا أولاد بحاز يا أخطة عسكري أيما إحنا بنشغل معنا عساكر عايزينك تاخذي عايزيني نشكروك يبقى بيسقفولك تعايي بقى وخد اشتركوا في القناة انت اللي حبيبي والله انت اللي حبيبي انت اللي حبيبي تحيا مصر أيها ما قولش تحيا مصر تحيا مصر لازم نقول مع بعض واحد اثنين تلاتة أعلى واحد اثنين تلاتة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر برافو عليك برافو عليك عشان انت بطل وقوي برافو عليك مصطفى وانا يسلام عليك احلم معايا ببكرة جيد ولو مجاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوة ادلنا على حلمنا احلم معايا ببكرة جيد ولو مجاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوة ادلنا على حلمنا مهما نقع نقدر نقوم احلم معايا يا صديق تطوي الخطاوة ارض الطريق يهمني حلم البريق مهما يكون كتر الخطاوة يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بيننا الطريق لو حتى تهنا يا صديق يرجع لؤنا يضمنا على حلمنا 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 بس احنا نحلم والله انا بقالي سبع سنين باجري بيها برا ولما جيت هنا هو البرنامج اكتشفت ان كل اللي انا كنت بعمله غلط والدكاترة بيعالجهولي غلط وبنتي كانت زما هي تمام فلما جيت هنا هو الحمد لله يعني ابنتي كانت بتمشى تتطوح ولو حد لمسها كانت طوح على دمخ ولفيت جامعة ولفيت هنا وهنا وهنا الحمد لله البنتي ما شاء الله دلوقتي شبه طبيعية وما كنتش هتخيل انها تحسب وتجمع وتحفظ الاكاديمي مشت حلوة قوي قوي هنا مبسوط جدا مبسوط جدا ان بالفرق ده ما كنتش هتخيل ان بنتي هتبقى كده للناس اللي اتبراعوا جزاهم الله كل خير اتبراعوا من غير ما احنا ما نطلب وعملوا من غير ما احنا ما نطلب جزاهم الله كل خير لعضلهم في عينهم وفي عفتهم وفي اولادهم طبعا الفرق كان كبير جدا انه كنت بنتي ما كانتش يمكن مخارج الالفظ ما كانتش واضحة كفكر كمان كزهن ما كانش قد كده من ساعة ما جبتها بصراحة فرق كتير قوي فرق كتير اولا طبعا حد كمان بتقول لي حاجات انا ما ببقاش متوقعها منها رغم انك كانت ممكن اقولها هتلاقي الحاجة مرة واثنين وثلاثة ممكن كانوا مازل المدرسين في المدارس العادية كانوا يقولي بنتك مش طبعية لكن لما مساعد ما جيت هنا في فرق اتكتب جدا انا دلوقتي هما زيت نفسهم وكنت واضحة الامتحانيات كانت المدارسة تقولي لأ بنتي كانت غارية تماما حتى معي انا مع اخوتها مع فسولياتها في كلامها فرق كبير جدا 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 طبعا انا بشيد ده للفضل طبعا كبير الاستاذة طبعا الاعلامية وللفضل الكبير جدا جدا للدكتور انا جاءت لانها عملت بصنة انا لو قعدت 100 سنة مع بنتي ما كنتش هعمل ده وطبعا طبعا ده كمان بشيد اكتر لكمان المتبرعين لانهم الليهم الفضل طبعا كبير في ده لان من غيرهم برضو ما كانش يبقى فيه المكان ده طبعا بتمنى لها اكون شوفها بتمنى لها ان انا تكون طبعا اشوف حاجة كويسة حاجة تفيد المجتمع وطبعا ده برضو ما كنتش اتوقع انها تبقى بالمكان اللي هي بقت فيها هنا دوت يعني بنتي دلوقتي داخل على املة وبتقرأ وبتكتب الحمد لله يعني هو انا مامة علي علي كان هو علي عنده تلف توحد هو كان جاي المدرسة هنا بصراحة لا حرف ولا كلمات ولا اي حاجة حتى كمان موضوع القراءة والكتابة والمدرسة انا بصراحة ما كنتش يعني فرق كبير بصراحة يعني ما شاء الله هنا المدرسة يعني انضباط ما شاء الله ماشيين مع الولاد كويس جدا اختلف ما شاء الله سواء في الكتابة وفي القراية وفي الجامعة والطرحة كل حاجة ما شاء الله هنا يعني فرق فرق كبير يعني لكن هنا بنسيب ولادنا واحنا متطمنين لان هنا مستوى الاهتمام بالولاد والرعاية مستوى بصراحة يعني جميل بوقتي باشكر البرنامج وباشكر الناس ان هما ساعدوا ابني كتير لان ابني اصلا كان في الاول كان عنده تأخر ذهني وعنده كغربة وعنده فانا كنت باعالجه وانا باجي هنا البرنامج حاسيت بتحسن جديد اللي بايت مثلا بيحفظ وبايت يتعلم حاجات كتير رسولوكيات وفيه كان بياخد تخاطب وياخد يعني تعلم الحساب والقراية والكتابة ما كانش الاول اول بيعرف اول بيكتب اول اول كانت تعامل بمثل بيت تغير خالص فهو الحمدلله تحسن وباشكر البرنامج وباشكر الناس لكل الناس اللي ساعدون لان هو في الاول كان في المدرس الحكومية كان مختلف ان هو يعني ان ما جي هنا بصراحة اتغير جامد يعني ان هو الاحسن مبسوط به كل ما يتقدم خطوة بيت مبسوط به فالحمدلله يعني بقى كويس الحمدلله رب العالمين يعني لا انا كانت بنتي جاي هنا مفيش خالص بامانة الحمدلله والله العظيم بامانة المركز بصراحة يعني عمل فرق كبير كبير الحمدلله يعني انا كانش بتتكلم ما كانش بتقرأ دلوقتي الحمدلله والحساب باسمنا ما شاء الله والله يبقيت تعرف تقرأ وقصدي تجمع وتطرح ويعني الحمدلله الحمدلله كتير او فرق كبير خالص بجادة codes ربنا يبرك في العمل الدرج كلها بالقائمين عليها كلهم بصراحة ربنا جازم كل خير انا مبسوطة جدا ان انا في مكان زي دوتا ان ربنا كرامني بمكان زي دوت وبنتي بقت المكان نجيه لان بنتي وصلت لكده الحمدلله وتخبت تكلم ولا بتكتب بس الحمدلله في قد لله ثم الموجودين كلهم بالقائمين ها المعطابة ده كله بصراحة محمود أتزم كان طبعا جاي عنده فرط حركة جمده قوي وكانش بيعود طبعا الأوتزم ليه عيوب كتيرة بس هو طبعا بقى كويس جدا هنا طبعا هنا علاج كويس اهتمام الفرق المحمود ما كانش طبعا بيقرأ ولا بيكتب ولا تصعبط تعلم والكلام ده كله بقى كويس جدا بصراحة إراية وكتابة وإملة وبقى هادي ما كانش طبعا كان عنده فرط حركة جمده دلوقتي بقى كويس أنا كنت فين وبقت فين من ناحية الرعاية الطبية أولا من ناحية التزام لو جاي متعور أو في حاجة يقولك لأ ده عملت في إيه أو عملت كده اهتمام هنا كل حاجة بشكر كل المتبرعين كلهم طبعا يعني لو الواحد يطولي روح لكل واحد وقلهم يعني نبص على راسكوا لو أنتوا بتبرعوا للعيال ديك طبعا دي حاجة إحنا ما كناش الأوصلة أن إحنا منيجينا بصراحة يعني منشكر المتبرعين أولا منشكر رهام سعيد اللي هي بتعمل شوت جامد للعيال ديه. أنا ابني طبعا ما كانش فيه طبعا كانت خاطب تنمية مهارات ما كانش فيه طبعا ودته دكترة بره ما قالوا لي بطيء جدا جدا فجيت هنا طبعا وصعوبة تعليم كمان فجيت هنا الحمد لله ابني دلوقتي بيتخاطب معي بيتكلمني في صعوبة تعليم خالص دلوقتي المدرسين بيشكروا فيه بيحبوه جدا جدا وهو بيحب المدرسين جدا ابني كان ما بيكلمش مع حد كان بيخاف من ناس دلوقتي الحمد لله أنا هو بيتعامل مع الناس بيحبهم بيلعب مع الأطفال كان الأول بيخاف من الناس كلها أن كان طفل أو كبير والحمد لله أني استفادت كتير جدا جدا من المكان والحمد لله أحسن من الأول بكتير وأنا شايفاه ابني بيتقدم كتير أنا شايفاه بعد ما كنت فقدة الأمل وكنت فقدة أنه هو يبقى طفل عادي زي الأطفال دلوقتي الحمد لله أنا شايفاه أنه هو بقى كويس جدا جدا وطفل عادي زي كل الأطفال أتمنى ليبني أنه يكون البناء ده مصالح ويبقى كويس طبعاً ويشوفه حاجة كبيرة احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوة دلنا على حلمنا احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوة دلنا على حلمنا مهما نقع نقدر نقوم نشقن حد الغيوم نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم مهما نقع نقدر نقوم نشقن حد الغيوم نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم نحلم معايا يا صديق تطوي الخطاة أرض الطريق يهمني حلمي البريق مهما يكون يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بنا الطريق لو حتى كنا يا صديق يرجع لؤنا يضمنا على حلمنا 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 بس احنا نحلم انا مش عارف اقولكو حاجات كتير خالص مش عارف اقولكو اي حاجة بابقى عايزة اباين الصورة على قد ما اقدر معرفش بنجح ولا لا بابقى يعني عايزة وليكو كل حاجة وكل تفصيلة وعارفة ان ده مش هتعودتوا تفرجوا عليه ولا هتشوفوه هتتفرج خمس دقايه وتاخد بيموت تقلب على حاجة تدحكك او حاجة تسليك فبابقى حتى في دماغي انا لازم اقولك المعلومة بسرعة جدا في وقت قصير جدا مقتطبة جدا عشان توصلك لو ربنا مش خاتم على قلبك يعني وعلى بصرك احنا اهتمينا بدول احتياجات الخاصة عملنا مشروع قوي جدا وعظيم كل حاجة بنعملها كل واحد يتعامل مع صبايا الخير بيقول كلمتين بيقول المعاملة الحسنة والضمير رجعوا كده لكل تقاررنا الناس اللي عملت قلب مفتوح الناس اللي عملت عمليات في عيونها الناس اللي غيارت مفصل الناس اللي زرعت كلا الناس اللي تعالجت من الحروق الناس اللي بتعمل عمليات للتأهيل في الدمور في المخ الناس اللي بتتعلم هنا الناس اللي بتتعالج من الإدمان الناس اللي ايه ناس يا ايه انا اللي زرعنا لهم قوقاها كتير بيقولوا دايما كلمتين الضمير والمعاملة الطيبة وفي اي حتة بنروحها قبل ما بنتعاقد معها بنملي شرط واحد الناس كثير قوي بيجي في دماغي يقولك عمليين شغل وعمليين عمولات وعمليين مش عملي اتحداك اتحداك ان يكون فيه تربح واحد في المية لا نص ربح اتحداك ان مش كل ده بيتعمل من غير أجر خالص ولا ليه ولا الكروب بتاعي ولا القناة اتحداك ان احنا بنعمل ده بنية خالصة لله فقط ولا احد يجرؤ ابدا ان هو هيقول ان ده داخل فيه استثمار او بيزنس او تربح عشان بشوف بعض الجامعات الخريطة طلعت وقلك ما فيهاش حاجة لما نبقى بنستثمر لا احنا بنستثمر في حتة تانية خالص في الاخرة بس احنا هنا بنعلم بنعد ابطال اخدوا مدليات بنخليهم يعملوا مجغوليات هدوية بيقروا بيتثقفوا بيتعلموا بيحبوا مصر ودي اهم حاجة ان كل الولاد دي اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة كانت هتطلع عالة وعبقة على البلد وكانت هتطلع كره البلد لان ما اخدتش حقها شفتوا طحية مصر كانت عالية ازاي؟ عشان جاية من القلب جدا اخدت عاطق على نفسي من سنتين ان انا هتمة جدا بدوي الاحتياجات الخاصة ودوي كنت دا حصل لما ظهر حد عنده داون سندروم فعالتنا والبنت قريبتي دي اوحتلي بالمشروع دا ونجحنا وكبرنا وحققنا زي ما انتم سمعتوا كده من قولياني ونور ارجو انكو تقدروا اللي بنعمله ارجو انكو تكملوا معنا المسيرة وارجو انكو تعرفوا ان اللي بتعملوه دا عظيم جدا 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 وما تنسوناش الشهر رمضان انا بقى منكو امانة مش بتنسونيش انا متنسوش الناس دي ما تضيعوش مجهود كبير او يعملنا مش عايزين علي شكرا ولكن عايزين استمرارية فقط شكركوا لسه في الايام امل مستنين طول ما في الايام في ناس عايشين عشانها لسه للاحلام بايام كملنها طول ما في احساس قلوبنا مصدقينه لسه في الايام امل مستنين طول ما في قدام ناس اتكه يتمشلها وما تنزل دا ما علينا استشلها طول ما لسه العمر بيصالح سنينه طول ما لسه في ناس بنتبقى بحجانها طول ما لسه اللي ايام في عشاء صهرانينه سهرانينه موسيقى 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 طول ما في الايام في ناس عايشين عشانها لسه للاحلام بايام كملنها طول ما في احساس قلوبنا مصدقينه لسه في الايام امل مستنين موسيقى طول ما في قدام ناس اتكه يتمشلها وما تنزل دا ما علينا استشلها طول ما لسه العمر بيصالح سنينه طول ما لسه في ناس بنتبقى بحجانها كل حداة الحلوة واختي بلقى منها طول ما لسه في ناس بنتبقى بحجانها كل حداة الحلوة واختي بلقى منها وحكايات الحمد لسه بنقرع عنها طول ما لسه اللي ايام في عشاء صهرانينه سهرانينه صهرانينه اشتركوا في القناة